سنكامل مرتجي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي والقائد العسكري صاحب التاريخ المشرف في المؤسسة العسكرية في الجيش المصري وهو من موليد عام 16 هنكمل كلامنا مع حضرتك عن ذكرياتك في الحياة ومع القوات المسلحة وفي الرياضة ومع كرة القدم عن شهر رمضان المبارك لكن هنستقبل بعد قليل وإحنا في هذا الحوار مع أستاذ إبراهيم حجازي المهندس خالب مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو معنا بالفعل على الهاتف المهندس خالب مرتجي مساء الخير وأهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب مساء الخير يا محمد ومساء الخير لأخوي الكبير وحبيبي إبراهيم حجازي ويعني لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي كل سنة وهم طيبين رمضان كريم أعاد الله علينا وعلى أمة الإسلام كلها بخير وإن شاء الله بإذن الله تبقى السنة دي أحسن من السنة اللذات الله أكرم وإن شاء الله تكون أفضل علينا جميعا إن شاء الله المهندس خالب مرتجي بالتأكيد لما نتذكر مع حضرتك هذه السيرة العطرة لهذا القائد في الحياة العسكرية المصرية وفي العمل الرياضي وفي الكيان الكبير أيضا البيت الكبير النادي الأهلي حابب أسأل حضرك عن أكتر من حاجة وإحنا بنحتفي نارضة بالذكرى رقم 103 لمولد الفريق مرتجي ما هي المعاني الرئيسية اللي ارتبطت في ذهنك دائما أبدا باسم الفريق الراحل الكبير الفريق مرتجي على كافة المستويات الإنسان الأب القائد العسكري والقائد في النادي الأهلي أو الرئيس الأسبق للنادي الأهلي موسيقى محمد أنا لو عدت أتكلم عن الفريق مرتجي يعني عايز سعاد لكن اللي قدر أقوله أنه هو يعني كان الأب كان الحنان وكان مزيج من الانضباط بالنسبة للعسكرية والقدوة والقيم والمبادئ النادي الأهلي فالحقيقة هو جمع بين حاجات كتيرة وصفات حميدة كثيرة الحقيقة بتحمل وثقل كبير على كتفي أنا خاصة في اليوم إن احنا عاشينهم دول يعني إنك إنت تحافظ على اسم مرتجي اللي أنا تشرفت إن أنا أحمله عملية صعبة جدا ودي بتبقى يعني بيسميها بردن علي بأن الفترة الواحد عايشها دلوقتي بقاله في الفترة الحقيقة ما بقاش فيه زي زمان القيم والمبادئ وإنك إنت تبقى راجل يعني أول دي مثلا كان أكتر حاجة يمكن أكتر حاجة كان يوصيني بيها هو إنكار الزاد أنت النهاردة قال لما ما تلاقي حد بيبقى عنده حتة إنكار الزاد كل واحد يحاول يظهر إنه هو عمل حاجة يعني يعرف ما فيش شك إنه احنا في زمن خلاص الناس الحلوة الناس العظيمة المفاهيم اتغيرت أو اتلخبطت بنسبة كبيرة كبتنا عبدالصالح الواحد وطبعا كل الرموز الكبيرة يعني اللي فرقتنا وفرقت الحياة بتاعتنا الحقيقة كنت أتمنى أنها تبقى موجودة هنا عشان تدي درس ونتدي نستعيد وأنا يعني العارفة اللي هو تبقى درس خصوصي كده ونستعيد الذكرى العطرة وإزاي النازل تربط على المبادئ وعلى القيم وإزاي إنها كانت تحفظ عليها يعني الحقيقة مش حارف أقول أكتر من دولك طب إيه الحاجات اللي فاكر إنها مؤثرة جدا في عملك دلوقتي عمل حضرتك العام كواحد من المسؤولين والقيادات في مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بنقول إنها أو بتأتمنى إن الناس تتذكر بيها مرحلة وإسهامات المهانس غالب مرتجي للنادي الأهلي وإن هذه السمى أو أكثر من سمى واحدة امتدت من الأب إلى الإبن من الفريق مرتجي إلى المهانس غالب مرتجي بس أنا يعني اللي تعلمته في النادي الأهلي إن دايما النادي الأهلي منظومة أكثر منظورة منظومة محترفة ومحترمة في الوسط الرياضي ومؤسسة عريقة يعني أنا تعلمت منهم وتعلمت من الرموز دول إن كنتما تعمل حاجة عمرك ما تنسبها لنفسك دايما بتنسب كل حاجة لمجلس الإدارة ودي الحقيقة دي اللي أنا تعلمتها ودي اللي أنا بحاول أحافظ عليها في الأيام اللي إحنا عايشينها دي وأتمنى إن كل الناس بتحافظ على نفس الكلام ده طبعا كلنا بنتمنى ده أستاذ إبراهيم تفضل حليك لو حابب توجيه تعيشوا في تكري يا خالد عايز أقول لي يا خالد إحنا قيمة أن يكون في النادي الأهلي أو في أي مكان رموز وأسماء كبيرة القيمة هنا إن إحنا إزاي نبقي على هذه الحاجات في الظل الهرتالة اللي حصلت دي وأنا النهاردة بدم إحنا تكلمنا في هذا الموضوع مسؤوليك كنتوا في مجلس الإدارة أردوا إن ده يتم ما عرفش أنه لجنة لجنة ثقافية أنه لجنة تعمل إنما أنا بتصور النادي الأهلي زاخر بالرموز اللي كانت فيه لابد إن إحنا علشان خطر نتكلم عليهم إحنا دايما بنتكلم في أي مناسبة بنقول كلمتين وخلاص لا أنا إزاي أفكر إزاي نفكر الناس بالمواقف دي كلها لما نريد نتكلم على الفريق مرتدي الفريق مرتدي لما مسك النادي الأهلي كان خزنة النادي الأهلي كان فيها خمسة جنيه يعني وراح للمشير قال له أنا عايز ثلاث تلاث جنيه وفعل ثلاث تلاث تلاث جنيه ونتاوب اللعيبة كلها كانت هناك مجموعة إنما كان في مجموعة كان الظروف صعبة جدا بالنسبة لنادي الأهلي وكانت مهمة وكان لابد والفلسفة كانت في الوقت دا يعني يأتي أحد لفكرة النظام والالتزام فكرة القيادة بالنظام والالتزام على شهد نوقف اللي كان موجود أنا النهاردة إزاي إن إحنا نهاردة بالمناسبات دي في الزكرة دي ولازم يبقى عندنا بندوة الشباب الصغير عشان يعرف لازم يعرف منين إنه يلي ويشارك ويتكلم ونتحاور ونعمل ده لازم نعمل ده ما ينفعش إنه يبقى عندنا الرموز نعمل ده يتعمل ده بقى من خلال قناة النادي الأهلي يتعمل بس أنا بتكلم إنه لازم تبقى فيه ندوات لأن أنا عندي مجتمع موجود هذا المجتمع موجود لو كل مجتمع نادي قدر يعمل بالرموز اللي عنده ده حنقدر نسترجع هذه المسألة طبعا أنا كلام حررتك مصبوط لو بصيت على رموز النادي الأهلي وحركة قادرة مني وأكتر خبرة مني شوف من ساعة دباشا زغلون من ساعة عمر عمر بلطفي يعني عندنا كمية رموز فعلا لما الوالد رحمة الله عليه قال عظمة مصر في النادي الأهلي كان فعلا بيتكلم صح العظماء بتوع مصر كلهم اتولدوا وتربوا جوا النادي الأهلي النادي الأهلي أنشع الوطنية من خلال العظماء والرموز دول اللي هما المفروض دول بيبقوا القدوة بتاعتنا اللي احنا بننهج يعني أو بنمشي على خطاهم عشان نقدر نحافظ على اللي احنا تعلمناه ونقدر نحافظ على هذا الكامل ومؤسسة العريقة والحمد لله الحقيقة يعني برضو لازم يقول أن كبتل خطيب رئيش النادي الحقيقة دايما بيحاول وبيذكر كل الناس اللي موجودة دايما يا جماعة المبادئ والقيم بتاعت النادي الأهلي والحاجات اللي رموزنا يعني غرسوها في النادي الأهلي دي لابد أن احنا نحافظ عليها وأي حد بيحيد عن الموضوع ده الحقيقة بيلجع تاني ونساء الله ان شاء الله بإذن الله تبقى الأمور تبقى كويسة وان شاء الله تبقى دايما النادي الأهلي هو اللي عايز أقول هو قوة الدفعة بتاعتنا يا كبتل سبراهيم النادي الأهلي فضله علينا كلنا احنا مفيش حد فضله عن النادي الأهلي احنا النادي الأهلي فضله علينا كلنا واحنا بنشرف ان احنا بننتمي النادي الأهلي اللي هو يعني اتولد من خلاله الرموز المحترمة اللي احنا النهاردة بناخدها قدوة واللي هي الحقيقة يعني بتعتبر قيمة لنا ان احنا بس بنشرف ان احنا بننتمي له هذه مؤسسة العربية خالد انت عارف ان احنا طبعا بننسى احنا كلنا احنا يعني قافت على رأي الاستاذ داليوب محفوظ ان قافت ولاد حارتنا النسيان احنا بننسى التسكير هنا مهمتكو على فكرة ولا بد ان يبقى ده يبقى موجود ده على فكرة ده حاجة مهمة جدا ان احنا الولاد الصغيرين اللي هم سبعة وثمان وعشر وخمستاشر سنة وسبعتاشر والشباب ده لازم اجيبوا في النشاط ده لازم يعرف ايه الحكاية لازم هو يعرف ان في النادي زي النادي الاهلي ده في جدرانو كان فيه مجموعة حاجات مبنية عليها الحاجات دي التسكير بهذه الامور فكرة العظماء اللي في تاريخ مصر كلهم في كل المجالات احنا الحياة احنا فرقنا كتير في الحكاية دي كلها انما لابد ان يتعامل هذا الكلام يعني انا بقاطل ويريت يتعامل ده ويريت اسمع قريب لدينا عن حالة بمناسبة ذكرى المئة وثلاثة المولد الفريق المرتالي هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه ان يبقى فيه يتعامل ندوة في هذا الموضوع ونبتدي وعندنا رموز كتيرة واسماء كتيرة في مناسبات كتيرة وعندنا الرموز وحتى النهاردة فيه رموز احيانا يعني ربنا دي الصحة والعمر موجودين في النادي الاهل وانا ما اكتفيش من ده انا عندي رموز في المجتمع الكبيرة النادي الاهل يعمل ده بس الفكرة كلها احنا محتلين شبابنا يعرف ان البلد دي لا البلد دي عظيمة عظيمة بالرموز اللي فيها في كل المجالات ليس يعني تبقى مهمة النادي الاهل يبقى مكان للتنوير في هذا الكلام ده رزق مهم زي ما له رزق مهم في الرياضة رزق ده مهم احنا محتلينه تعيشوا وتفتكوا يا خالد بشكرك جدا لمشاركة حضرتك معنا المهانس خالب مرتجي عضو مجلس دارة النادي الاهلي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة